في ادلب احبطت بواسلنا محاولة ارهابيين تفجير جرافة مفخخة باكثر من الفي كيلو جرام من المتفجرات وذلك قبيل وصولها الى معسكر الشبيبة بريف المحافظة كما دمر بواسل قواتنا تجمعا للارهابيين في مطعم الفنار بجبل الاربعين باريحة بمن فيه من ارهابيين وضبطوا اجهزة ومعدات طبية وادوية مسروقة في المكان وتم الحاق خسائر كبيرة بمجموعات ارهابية كانت تقوم بقطع الطرقات والاعتداء على الاهالي وممتلكاتهم على طريق ادلب معرة مصرين وقرب مبنى البريد في مدينة بنش وسراقب قضت قواتنا الباسلة على اعداد من الارهابيين المرتزقة في درع البلد ورف منهم عبد الحميد الطيمة ومحمد تسير كناني يلقب نعنوعة ويوسف جمال الحمادة وفي قرية جملة قضت قواتنا الباسلة على عدد من الارهابي جبهة نصر عرف منهم ادهم عدنان المصري وعيد حسن الاسمر كما قضت قواتنا الباسلة على عشرات الارهابيين معظمهم من جبهة نصر في قرى صيدة والجيزة وخربة غزالة عرف منهم موسى احمد الجرابع وعلي نعيم العامر وادى الى اصابة الارهابي شادي محمد زنيقة وافينة واصيبت الطفلة نسيبة قاسم نصر الله برصاص المجموعات الارهابية المسلحة التي اطلقت بشكل عشوائي في محيط جامع الحجر اشتركوا في القناة